السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنا سمعنا ورأينا ما حدث مع صوفيا بن المال في كود ديفوار وإلى حد ما كنا نقول أن القضية أغرقت ونريد أن لا تكون هناك مثل هذه الأشياء في كود ديفوار لكن حافظ دراجي كان له رأي آخر ويريد وضع بعض النقاط على الحروف ويكشف خبايا هذه المرأة ويطرح وينادي السلطة المحلية بعدة أشياء سوف نكتشفها في هذا الفيديو إذن كما يعلم الجميع أن النشطة صوفيا بن المال أثارت جددا واسعا وغضبا واسعا أيضا عند الشعب الإيفواري وعند الشعب الجزائري أيضا لا نقول كل الشعب الجزائري أن ذي القضية ما بين مؤيد وبين رافض لأن هناك من يقول أنها لم تقصد وأنه شيء عادي ما يحدث بكود صوفيا بن المال لأنها لم تقصد الإساءة بل غرضها أن تقول الشعب الجزائري أنكم تعيشون في أحسن بلد لكن البعض قال لا هي من دعاة الفتنة وتريد الفتنة ما بين الشعب الجزائري وشعب الإيفواري على كل حال حسب وسائل إعلام جزائرية وحافظ دراجي يقول أنها تطولت على الشعب الإيفواري بتصريحات عنصرية حيث ما يعلم الجميع الجزائريون سارعوا إلى تفنيد والتبرأ من تصريحات صوفيا بن المال والتعبير عن محبتهم للشعب الإيفواري الشقيق لكن حافظ دراجي لم يتوقف عند هذا الحد بل من جهته قال المعلق الرياضي بقنوة بينسبور أن تصريحات الغير المسؤولة لبن المال التي تحاشر ذكرها ولم يقل صوفيا بن المال لكنه أشار إليها بنقل تصريحاتها حرفيا حيث قال أنها كانت مسيئة لبلد كبير اسمه الجزائر قبل أن تسيئة إلى بلد كوديفوار وأبرز حفيظ دراجي عبر صحيفة الجزائر الآن أن التصريحات ذاتها تم استغلالها من طرف مواقع رقمية ومنابر إعلامية معروفة بعداءها للجزائر نفخت فيها وقامت بترجمتها إلى اللغة الفرنسية حتى يسهل فهمها في الأواسط الإفوارية وأضاف وذلك من أجل تسويت صورة الجزائريين في الأواسط الإفريقية وتسويق فكرة أن الشعب الجزائري عنصري يحتقر القرى الصمراء وشعوبية ولفتح حفيظ دراجي أيضا إلى أن تصريحات صوفيا بن المال انتشرت بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وانتشرت معها التأويلات والهجمات ضد الجزائر بسبب فعل معزول لا يمثل إلا صوفيا بن المال على حد قول حفيظ دراجي ولم يتوقف فقط عند هذا الحد بل استغرب حفيظ دراجي من نيل هذه الأخيرة في وقت قريب الأولوية والأفضلية بين المناصرين وجلوسها في المنصة الشرفية وتجولها في الأروقة المؤدية إلى غرف تغيير الملابس وقاعة المؤتمرات الصحفية وتهكمها على المحللين والصحفيين بإعاز من 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 أطراف كانت تستعملها على حد قول حفيظ دراجي بل لم يكتفي أيضا وقال وتدفع لها تذاكر الطيران وتتكفل بنفقات إقامتها في الفنادق داخل الوطن وخارج الوطن أمام أنظار وأسماع السلطات بالإضافة إلى وسائل إعلام محلية تكشف وتقول أن المناصر الجزائرية التي تدعي أو تدعى صوفيا بن المال تعرضت للطارد من كود ديفوار بسبب هذا المقطع ولكن حفيظ دراجي المتحدث في هذا الفيديو يقول أن على لسان حفيظ دراجي أقول وذكر أن هذه الأخيرة ملاحقة بأحكام السجن إثر دعوات قضائية برفوعة ضدها بتهم السب والشتم والقذف في أعراض الناس وشرفهم داخل الجزائر أو حتى في المهجر وأشار المتحدث إلى أن صاحبة التصريحة المثيرة تجرأت من قبل على سب رئيس الجمهورية والوزير الأول وتهجمت على الشخصيات الوطنية والسياسية والرياضية في الجزائر وغيرها ولذلك حفيظ دراجي يبقى يستغرب من ولماذا يدفع لها حسب حفيظ دراجي نغلق قوس يعني نغلق حفيظ دراجي وريد أن أقول كلمة لأنصار المتخب الوطني الجزائري دائماً ما أقول وأؤكد أنتم يا أنصار المتخب الوطني الجزائري لما تذهبون لمناصرة المتخب الجزائري سواء في كأس إفريقيا أو لإن شاء الله لكأس العالم إن شاء الله خصوصاً وأن كأس إفريقيا المقبلة ستكون في المغرب وأنتم تعلمون الضباب المخزن المغربي لأن ما حدث مع صوفيا بن المال لم يكن طرف الجزائريين بل تكلمنا وحذرنا قبل كأس إفريقيا أن الضباب المخزني يستخدم أكثر من ألفين حساب يعني غير قانوني إن صح التعبير أو يعني غير صحيح الهوية يدعون أنهم جزائريين لكن في الأصل هم مغاربة من يتحكمون في هذه الصفحات يعني ينشئون صفحة جزائرية لأنها جزائرية لكن متحكم فيها ومن ينشر فيها ومن يكتب فيها هو الضباب المخزني المغربي لذلك لا تعطونا فرصة لهؤلاء الضباب أنت في مهمة تناصر فيها لمنتخب وطني الجزائري ناصر لمنتخب الوطني الجزائري أدعم المنتخب الوطني الجزائري يعني وتحاشى يعني تقديم تعليقات على هذا البلد لأنك أنت سائح في هذا البلد لماذا؟ ليس لأنه إنا إيداء حرية التعبير أو ما شبه ذلك لماذا؟ لأنه هناك تأويلات لهذا الكلام وأنت لست في الجزائر لتكفل لك حرية التعبير لأنه نحن في الجزائر يعني مؤخرا يعني جاء فرنسي إلى وهران وصور كل المناطق يعني التي لا تليق إن صح التعبير يعني ماذا قمنا نعنه في الجزائر هل يعني طالبنا بكذا وطالبنا بالسجن لا العكس انتقل الولي ولاية وهران إلى ذلك المنطقة وأمر يعني بالفور بالإصلاح والترميم لذلك حرية التعبير تكفلها الجزائر لكن لا تكفلها كود ديفوار لأنه لحسن الحظ أنها في الكان لو لم تكن الكان لا يمكن لحظنا أشياء لا تحمد عقباها لذلك لا تعطون الفرصة للذباب المخزني بأن يؤون الكلام لأن ما حدث أقول مع صوفيا بن المال لم تنقل تسريحاتها حرفيا لأنه في الترجمة لم يقولوا صوفيا بن المال أو كرأي شخصي جزائرية بل ترجموها وقالوا أن الجزائريين يعني يستحقرون ويتحكمون وكما نقولون بالعامية يتعنى باش نفهم العام الخاص كشغل الجزائريين يستحقروا كل ما هو إفريقي ويكرهون كل ما هو إفريقي وانظروا ماذا قالت وأنكم 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 لذلك صار جنون كما نقول الإعلام أو موقع الوصول الاجتماعي ومن حق الشعب الإذواري يعني أنه يغضب لأنه أنت كجزائر ما يجي شخص إلى الجزائر ويقول لك هذا الكلام أول سؤال تطرحه كيف تأتي إلى بلدي وتقول لي هذا الكلام لذلك أنتم في مهمة يعني تنصرون المنتخب وطني الجزائري هذا لا يمنع من أنك يعني تزور مناطق أثارية أو تتجول يعني وتفرح يعني من حقك لكن على العموم لا تدخلوا في نقاشات لا تدخلوا في التعليقات خاصة بهذا البلد شؤونهم الداخلية لا نعلم ما هي شؤونهم الداخلية ليس كل بلدان مثل الجزائر تكفل لك يعني أهضر وش حبيث لكن في مش معنة أنك يعني تقول يعني كلم جارح لكن على العموم الجزائر إلى حد ما لو تنتقد عادي لكن لا نعلم ما يحدث في هذه البلدان لا نعلم ما هي طريقة عيشهم ما ودستورهم لذلك من الأحسن يعني أتوقف مثل الأمور لكي لا نعطي الفرصة للذباب المخزني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته